ومتابعة لمقتل بريوجين معنا من موسكو السحفي ديمتري بريجع سيد ديمتري العثور على عشر جثث بدء فقوصات الحمض النووي الصندوقين الأسودين بوتين يعيد ببدء تحقيقات شفافة إلى أين تتجه هذه المأساة أو هذه النهاية المأساوية لقائد فاغنر مع مرافقيه أتقدم بكل تأكيد تحقيقات جارية يعني أولا يجب أن نفهم بأن لم يتم نشر تسجيل القاميرات المراقبة في المطار في موسكو أو حتى تسجيل فيديو كيف وصل إفغيني بريجوجين وركب الطائرة يعني نعرف بأن في المطارات هناك كاميرات لماذا لم يتم نشر هذه المعلومات ليس واضح وهناك أيضا تانيا الطائرة هناك طائرة أخرى كانت متجهة إلى باكو عاصمة إذربيجان وفق معلومات لعدة قنوات تيليجرام فهناك كان حديث بأن عائلة بريجوجين قد تكون على متن هذه الطائرة ولكن ليس من الواضح من على متن هذه الطائرة يعني هناك لغز كبير هل كان إفغيني بريجوجين في هذه الطائرة هل كان فعليا يعني هو كان موجود أم كان فقط قيادات بعض قيادات شركة باكنر كدميتري أوتكن والشخص المتعلق بأمن شغلات الأمنية في شركة باكنر ومصور إفغيني بريجوجين يعني هناك لغز كبير بما يخص اغتيال أو محاولة اغتيال إفغيني بريجوجين لم تتأكيدها حتى الآن من قبل الكريملا أو الحكومة الروسية ولكن بعض دوائر يعني بعض قنوات تيليجرام تابعة لإفغيني بريجوجين أكدت مقتله يعني هناك أخبار متضاربة ويبدو بأن سيد ديمتري ملابسات هذا الحادث الذي أكدت موسكو أنه أودى بجميع ركاب هذه الطائرة الجثث احترقت بالكامل تجري الفحوصات الجينية وفحوصات الحمض النووي بعد أن قدم بوتين التعازي لأهالي عائلة بريجوجين وأهالي الضخايا تحدث عن تحقيق قال إنه سيستغرق وقت ماذا يبعد اليوم احتماليات اغتيال بريجوجين بوتين وصفه بأنه شخصية معقدة ولكنه قام بكل ما طلب منه وقال إنه يعرفه منذ دسانيات القرن الماضي هذه العلاقة بين الرجلين ماذا ترسم وكيف يمكن استبعاد فرضيات اغتيال بريجوجين يعني من الصعب القول كما قلت هناك طائرة تانية ليس من الواضح من كان على متنها أولا تانيا تسجيلات كاميرات المراقبة لم يتم نشرها لماذا لم يتم نشرها لأننا نعرف المطارات هناك كاميرات مراقبة هناك كاميرات مراقبة تراقب طائرات لماذا تم نشرها لا نعرف لأن هناك معلومات متضاربة وكان حتى هناك معلومات بأن صاحب الطائرة كان يريد أن يبيع هذه الطائرة وكان هناك من كان يتفقدها وكان هناك أيضا يعني هناك اتهامات بأن من كان في المطار من عمال للصيانة هم يمكن أن كونوا متورتين في وضع عبوة داخل الطائرة فهناك أقبار يعني بكل تأكيد هذا لغز كبير حتى الآن وأعتقد بأن التحقيقات قد تعطي نتيجة معينة إذا ملف سقوط الطائرة ولكن واضح بأنه سوف تكون هناك تداعيات لأنه بدأ الحديث عن تغيير في قيادات شركة فاقنر هناك من يتحدث بأنه قد يكون فيكتور بوت وكان هناك من يتحدث عن شخصيات أخرى قد تأخذ زمام الأمور في شركة فاقنر ولكن يجب أن نفهم أن يفغيني بريغوجيك كان يدير كل الأمور المالية في شركة فاقنر ليس من السهل إدارة هذه الشركة لأنها عبارة عن عدة شركات مجموعة من الشركات مقارب 30 شركة موجودة خارج الأراضي أي مصير ينتظر فاقنر بعد مقتل طائدها مع كل الشكوك المتصلة بموته والتكهنات التي ستزداد في الأيام المقبلة أعتقد مصير شركة فاقنر الكريملي سيحتفظ بهذه الشركة كأدات مهمة لا ننسب أن يفغيني بريغوجيك بنى علاقات قوية مع رئيس الروس فلاديمير كوتين أيام عندما كان رجل أعمال في مدينة سامبترزبورغ عندما كان فلاديمير بوتين يعمل في مدينة سامبترزبورغ في داخل حكومة في داخل سامبترزبورغ فأعتقد بأن بكل تأكيد هذه العلاقة ما سمحت لإفغيني بريغوجين بي أن يأخذ الدعم الحكومي ويحصل على مبالغ من الخزينة العامة لدعم شركة فاقنر وفق المعلومات لوسائل إعلام روسية حكومية فيبدو بأن بكل تأكيد نهاية إفغيني بريغوجين وإذا تم تأكيد هذه النهاية فسوف تؤثر على الجزء المالي المتعلق بإفغيني بريغوجين ورسيما هناك كانت معلومات متضاربة في وسائل العلامة بأن إفغيني بريغوجين هو أحد أهم شخصيات التي لديه مبالغ ضخمة في العملة الرقمية والتي كان يعتمد عليها في التبادل في حصوله على مبالغ من القارة الأفريقية فهو شخص غني ولديه كثير من الشركات ولديه مشاريع في مدينة سامبترزبورغ الروسية فنهايته سوف يسر على كما قلت النشاط المالي لشركة فاقنر لأسيما بأنه كان يدفع الرواتب من جيبه من نشاط شركة فاقنر ومن حسابات شركة فاقنر موجودة كانت في روسيا أو كانت موجودة خارج أراضي الروسية وكان له مركز في مدينة سامبترزبورغ والتي كان فيها يدير شركة فاقنر فيبدو بأن بكل تأكيد إذا ما تم تأكيد مقتل شركة يفغيني بريغوجين ودميتري ووتكين الذي كان هو في أجل المخابرات المركزية الروسية وكان في الحرب الشيشانية الأولى والثانية والذي كان يدرب القوات في جنوب روسيا يدرب قوات فاقنر ويعمل على تدريب القوات للقتال إن كان في سوريا أو كان في معارك مختلفة في ليبيا فبكل تأكيد وكان حتى في الأراضي السورية كان هناك نشرت صور له فبكل تأكيد ذهاب الشخصيات والقيادات المهمة من شركة فاقنر سوف أثر على إنشاء شركة فاقنر ولكن أعتقد بأن كان هناك سيناريو لشركة فاقنر إذا ما حدث نوع من التغيير لأن كان يفغيني بريغوجين هذا التاريخ الطويل اليوم الحديث بأن بريغوجين والصحافة الأمريكية تحدث منذ وقوع الحادث الكثير من الملفات اليوم تذهب طي الكتمان وتغرق مع مقتله ما أهمية هذه المعلومات ودقة هذه التحليلات أعتقد بكل تأكيد نعم يفغيني بريغوجين لديه معلومات تتعلق بالأمن القومي الروسي طالما شركة فاقنر كانت مرتبطة بالداخل الروسي بنشاطها بجلب المتطوعين وجلب مقاتلين لها فبكل تأكيد لديه الكثير من المعلومات التي يمكن أن تكون خطيرة لا ننسب أن لديه أعداء في الداخل روسيا وفي خارج روسيا إذا تحدثنا عن أعداء في خارج روسيا فهي بعض الحكومات في القارة الأفريقية وحتى الدول الغربية التي طرأت منه تهديدا ولسيما بعد ذهاب شركة فاقنر إلى الأراضي البيلاروسية وكانت هناك ترى بولندا تهديدا من وجود شركة فاقنر على أراضي البلاروسية بسبب تفاهمات الرئيس البلاروس أليكساندر لوكاشينكو والتي أيضا جمعته علاقات شخصية مع يفغيني بريغوجن منذ وقت طويل عندما كان يفغيني بريغوجن رجل للأعمال ولم يكن ينشط في مجال العسكري فبكل تأكيد كما قلت هناك سيناريوات يتم قتله وكان علامة طائرة أخرى فهناك كما قلت معلومات متضاربة ولكن يبدو بأن وفق المعلومات الأخيرة فقط كان يفغيني بريغوجن علامة هذه الطائرة فهناك فقط تكهنات وليس من السهل الآن المعرفة ماذا حصل قالها الرئيس بوتين بشكل صريح ورسمي ربما تأخر الوقت لتبيان هذه المعلومات السحفي كنت معنا مباشرة مزدهات سكاي نيوز عربية في العاصمة الروسية موسكو شكرا جزيلا لك